أود أن أسأل لها السلام عليكم كل عامة وقتير أحب أسألك يعني حكينا عن حالته بشكل عام اسم محمود نائل محمود عبد الجراني بعاني من مرض السرطان وانتسنهي مع المرض فكان بأول ست شهور ما كناش مكتشفين المرض كان يعني ببيع العاب على البحر يعني هي رجليه هو مصدر دخله كانت فبعاني من رجليه من قصة المرض أجاب ركبه في الأفخاد فصار الحين زي ما أنتم شايفين مقاعد حتى الآن وصف الحالة يعني فيه له علاج في غزة والله بعاني من نقص في الأدوية لأنه مش متوفر هنا الأدوية وانت عارف المادة صعبة هنا جدا في غزة فبنطالبه الناشد العالم أن يتوفر الأدوية هادفية للشباب يعني إيش يزنب هيك شاب أبل أربع أفراد يعني مبرح ببعت ابنته رسالة وقطعت قلبه عليها هو اللي كان عاين فيهم يعني الألعاب هن اللي كانت مشيات بيته بالقليل قليل فوالله العزيزي لو عرضنا هذا عرضوا عادة طيب دكتور يعني حدثنا أصف لنا حالة يعني أعتقد هذا الرجل في مقتبل العمر مثل حي لما يعانيه أهل غزة ومرضى أهل غزة ومرضى السرطان تحديدا هذا المريض يحتاج إلى علاج إشعاعي غير متوفر بالمطلق في غزة لديه مشكلة وورا مسرطاني في في العظام وبالتالي يحتاج إلى هذا العلاج إشعاعي يحتاج إلى أدوية زي ما تفضلت والدته أو حماته هي أعتقد حبب أسمع إذا في مجال أسمع شو بعتت له هذا المبارح كان تنطر الدنيا المبارح كان تنطر الدنيا فجأت إلى أمه بعتالي الرسالة والله يعني ما قدرت أكملها عار ما راح إلا ما أكملتها من اللي بعتها؟ هذه بنته الصغيرة هم أب لأربعة طنفار أول واحدة فيهن خمس سنين هي الكبيرة اللي بكاد واللي صغيرة ست شهور ثلاث بنات معا ولد يا ربتي أنت بتكون تتبع لك عليك مثل أنت نظم سوا بس ربتي وعزة في الطيب الله يسفيك يا بابا الله يسفيك يا ربتي الزعب سلامتك ربنا يشفيك إن شاء الله يعني إحنا لا نريد أن نزيد وجاعك في الآخر هذا ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى وربنا يشفيك إن شاء الله وصبرا أنا بكون أنا حماته وأبوه أمه متوفين يعني منه هو صغير ويعاني كمان متأتأغ غير الرجليه وكان رجليه ومصدره يعني مش بقدرش يشتغل أي عاجعة سمت بي ألعاب في البحر والألعاب هي كمان يعني قادين والله يعني كان دوب وأقل القليل يمرق عليهم ربنا يشفي إن شاء الله إن شاء الله نحن في هذا المركز إحنا أبوه إحنا أهله ونتمكن إن شاء الله والخيرين في العالم كثر متأكدين أن هناك الصوت الحر الذي يجب أن يتوجه إلى هؤلاء المرضى ويعالجهم الحقيقة يعني إحنا أمام حالة يعني تجسد المأساة يعني أكثر من 15 سنة أو 20 سنة نحن نعاني بسبب الحصار نقص الدواء الدواء الذي لا يمنع الاحتلال الإسرائيلي وقد كفلته كل منظمات العالم كفله مثاق الأمم المتحدة مثاقات جنيف كلها كفلت أن الدواء حق أصيل للفلسطيني تحت الاحتلال اليوم نحن هذه الحالة تجسد تجسد بشكل واقعي كيف هو الألم بحاجة إلى علاج إشعاعي مريض السرطان في العظام للأسف الشديد لا يوجد هذا العلاج في غزة نحن من خلال مركز غزة للسرطان ومن خلال هذه الحملة نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع نريد توفير الدواء نريد توفير المستلزم نريد توفير جهاز الإشعاع لكي نستطيع أن نعالج مرضانا داخل غزة توطين الخدمة في غزة هو أهم شيء حتى لا يخرج هذا المواطن عبر البوابات الاحتلال ويبتز من الاحتلال الإسرائيلي للأسف الشديد ولا نستطيع توفير الدواء لهم سأكمل في جانب آخر في غرف أخرى أيضا هنا قصص أخرى لمرض السرطان الذين يفتقدون أبسط المقاومات العلاجة التي يحتاجها المواطن بشكل إنساني لو نضر إلى هذه الحالات أو لو تم الاطلاع على واقع هذه الحالات في النهاية سيكون على الأقل توفير للعبء عليهم من السفر إلى خارج قطاع غزة كون هذه الحالات لا تستطيعوا واقع الحالة لا يستطيع ولا يحتمل أن يخرج من قطاع غزة إلى أماكن أخرى على كل المشاهدين الكرام سنستكمل معكم هذه الجولة وهذا الواقع الأليم في مستشفى الصداقة التركي مركز غزة للسرطان وهذه الحملة التي أطلقت للنظر إلى هذا الواقع السيء هؤلاء يعني لو كان هناك أجهزة تشخصية لو كان هناك أدوية منتظر هؤلاء ولا استشرى بهم المرض في هذه الأوقات إذن مزيد من الحالات الموجودة في هذا المكان سنتحدث معها والتي تعاني كما تحدثنا بفعل نقص الأدوية تعاني بفعل نقص الأجهزة التشخصية في خطاع غزة والتي كما ذكرنا قبل قليل جزء كبير من الحالات يمنع من الاحتلال من السفر ويبقى حتى يستشري فيه المرض ويتوفه الله السلام عليكم سلامة حجم ما شاء الله عليكم ننور كيف حالك؟ كل عامل تبخير ألصح وسلامة من عليك الفضل والمنة يا رب حكي لنا عن حالتك حجم والله حالتي صعبة في بدايتها يعني 17-11 تقريبا بديت أشعر بألم شديد جدا في المعدة مغص وألم في العمود الفقري اتوجهت للأوروبي المستشفى الموجود في خانونس يعني إيش بدا أقول لك أسوأ طريقة في التعامل ما عملوش ولا حاجة ولا حاجة قلنا إنه توجهنا على دكتور جراح بارك الله فيه ماد الحوت محدد الحالة وقال لي في عندك مشاكل في البنكرياس حولني على القدس فعملت عملية جراحية كبيرة جدا انت شايف الإمكانيات الموجودة في غزة فيه إمكانيات على الأقل يعني لا لا مفيش وإن وجد بعرفش هل فيه ناس يعني بتخبيب بتستثمروا بعرفش ايش بحصل طيب إنت حسب الحالة الموجودة هنا في المستشفى كيف شايف الأمور وضع يعني مش professional يعني جيد تقدر تسافر وتطلع طبعا بقدر أسافر قبل هيك وين لا على القدس مثلا الضفة طب فيه مرضى تانين بيقدر أسافره كيف يعني بيقدر يسافر هذا حسب قرار اليهود إذا هو أخذ تصريح أو لا فيه منع وفيه سماع طبعا فيه منع وفيه سماع أشكرك جزيلا طيب نستكمل الجولة مشاهدين الكرام فيه مستشفى الصداقة التركي ومركز غزة للسرطان طيب فيه نهاية الجولة دكتور يعني أحببت أن نركز على قضية المنع الأمني هذا يعني الأمر يخضع لأمرين الأمر الأول هو الابتزاز والأمر الثاني هو منع من أجل المنع اشرح للمشاهد يعني قضية المنع الأمني حتى يعلم المشاهد كيف يبتز المريض بمرضه الآن يصرف للمريض هنا في المستشفى الدواء المخصص له ببروتوكول العلاج ممكن يتوفر في العلاج كما تفضل المريض في السابق يتوفر صنف أو صنفين لكن الصنف الثالث لا يوجد فلذلك علاج أمراض السرطان هي علاج متكامل ليس يعني دواء واحد وإنما ببروتوكول علاج يتكون من ثلاث أصناف أو أربع أصناف وهذا التحدي لابد أن يتوفر جميع العلاجات مرة واحدة حتى يأخذ الجرعة العلاجية الآن عندما يكتب هذا العلاج للمريض يذهب إلى العلاج بالخارج العلاج بالخارج لا يوجد الدواء عندنا فيكتب له تحويلة إلى داخل الأراضي المحتلة حتى يأخذ الدواء ممكن صنف صغير يعني لعدم توفره وهو بسيط هذا الصنف لعدم توفره في غزة يحول المريض في عذبات عبر بوابة الاحتلال الإسرائيلي الآن الاحتلال الإسرائيلي يأخذ اسمه للتشييك ومن ثم يصنف هل هو ممنوع هل هو يسمح له بالدخول كثير من الحالات رصدت منظمات الصحة العالمية والأمم المتحدة منعت بدون سبب وتبدأ مراكز حقوق الإنسان من أجل رفع قضايا وغير ذلك هذا المريض حقه أن يعالج وأن يذهب إلى العلاج فقط لتناوله للأسف الشديد هناك منع لكثير من الحالات يصر الاحتلال منعها فقط لمجرد المنع مع أنه مريض وضعه وضع نفسه صعب يعني جسمه لا يتحمل الصفر هل هناك حالات أخرى عرضة على ذوي هذا المريض التخابر مثلا أو ما شاء سجلت المنظمات الدولية أكثر من حالة ابتزاز وهي مرصدة عند مؤسسة WHO أنها تم ترصيدها للابتزاز وكثير من الناس الذين يعني ذهبوا إلى المستشفات كانوا يعني الاحتلال الإسرائيلي أو جهاز المخابرات الإسرائيلية يعرض عليهم التعامل مقابل الدواء وهذه قد رسدت بشكل أساسي وقانوني وتم رفع قضايا بهذه الأمور شكرا جزيلا في النهاية دكتور صبحي يعني رسالتكم الأخيرة في هذا المريض الرسالة إلى كل أحرار العالم أن نغطن خدمة سرطان متكاملة لمرضى سرطان غزة هذا الأمر جدا مهم الأقل ما هو مطلوب هو توفير ما هو منعدم في غزة الأدوية التي لا تصلنا والأدوية الحديثة والأدوية الموجهة لعلاج مرضى السرطان حتى الأدوية الرخيصة تماما لأنه بدون عنصر من تركيبة معينة لإعطاءها للمريض لا يتم إكمال العلاج للمريض الشيء الآخر والضروري جدا ومن أسس علاج السرطانات هو تواجد العلاج الإشعاعي إضافة إلى العلاج التشخيصي والعلاجي بالنظائر المشعة وتلك من أسس علاجات مرضى السرطان التي يجب أن تتواجد لدينا هنا في غزة جزيلا دكتور صبح اسكيك وأيضا أشكر نعم تفضل الحقيقة هذه الحملة كانت بالتعاون مع مؤسسة رحمة حول العالم سهولة التبرع بشكل بسيط جدا تدخل على هذه المنصة الإلكترونية أو هذا البركود ومباشرة تقدم الدعم لمرضى غزة يعني بسهولة جدا يستطيع أي مواطن كان في دول عربية أو دول أجنبية الدخول إلى هذا الرابط ومن ثم يدخل على طريق البركود يستطيع أن يتبرع من خلال المنصة الإلكترونية العالمية للتبرع لمرضى السرطان في قطاع غزة أشكر جزيلا دكتور منير البورش إذن مشاهدين الكرام فيما يتعلق بالحملة تحدث الدكتور ورصد لكم الموقع للتبرع ولكن نشير إلى أن واقع مرضى السرطان في قطاع غزة صعب في ظل نقص الأجهزة التشخيصية في ظل نقص الأدوية وفي ظل منع الاحتلال لعدد كبير من المرضى وبالتالي هذا الأمر بحاجة إلى تحرك عاجل من المنظمات الإنسانية من المؤسسات والمنظمات الصحية حتى يكون هناك حل هؤلاء المرضى بأن لا يسافروا خارج قطاع غزة كون أوضاعهم الصحية لا تسمح لهم بمزيد من التعب والعنى إلى هنا مشاهدين الكرام ننهي هذه التغطية في مستشفى الصداقة التركي مركز غزة للسرطان ضمن حملة تكافل ورحمة التي أطلقتها وزارة الصحة ومركز غزة للسرطان لدعم مرضى السرطان في قطاع غزة أنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته